اهلا وسهلا بكل المتابعين الاوفياء للقناة نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير اخواني اخواتي احبابي في الله المتابعين العزاز للقناة المتواضعة فقشو ويدلونا اللايكات بارتاجيو الفيديو على اوسع نطاق وكترو اللايكات كترو اللايكات اخواني اخواتي غاندويو على الرعاوين غاندويو على الرعاوين اللي جهلو على السيد جهلو على الاخ جمال شانيل لهو ولا الزوجة ديالو ما نخليين ما حاطين في ذاك الدري لهو ولا المرى ديالو ولحت العائلة ديالو اللايستر لحو لا ولا قوة الا بالله العلي العظيم لدرجة انهم ولو كيتهموا جمال شانيل انه قاتل الزوجة ديالو المرحومة سعاد اللي ما خلوش ديك السيدة ترتاح في القبر ديالها ما خلوش ديك السيدة ترتاح في القبرها كل مرة منزلين للصور ديالها هايا محجابة هايا غير محجابة واش ما كتحتارموش حرمة الموتى واش ما كتحتارموش الموتى الناس اللي ماتو كنخليهم علينا افتقار ولو اللي تنتموهم الحكام ديال هاد اليوتوب ولتو كتحكموا على الناس وكتاهموا الناس بالباطل وكتاهموا عباد الله لأنهم ديرين جرائم وماشي اي جريمة جريمة قتل اعباد الله كيتاهموا الدره وامرتوا على أنهم قتلوا السيدة المرحومة سعاد الله رحمه ويواليها برحمتي الله طال ها الدراجة اربعة ديال الرعاوين ما بغيتوش تحشموا ما بغيتوش تحشموا كتنصوا راسكم أنكم فرقة وطنية ها قوضات جلادين ها كتكويه وتبخوا كتكويه وتبخوا ها واش خفات على المخزن خفات على الفرقة الوطنية اللي شد هاد الميلف ديال المرحومة سعاد على أن هات دين جمال ويعتقلوه ويمشي للحبس واش خفات على الفرقة الوطنية إنهم يعرفوا شكونهو القاتل ديال السيدة الله يرحمه ويواليه برحمة الله اللي اليوم انتو ما كلكم جلتو وعقلكم بغاي خرج على ذاك السيد بغاي خرج لكم العقل صفي التسالة والمواضيع انتقادة والمواضيع وليتو كدوا على المراحيمة عباد الله وتحطوا لهم صور ديالهم صور ديال السيدة غير محجة بقى عباد الله ما كيحترموش حرمة الميت حسبي الله ونعمل وكيل فيكم ذاك سيدك تبرى منكم واللي صعصع شفار صعصع النصاب وقال لك بغاي يجيب حق سعاد ويوقف امام المحاكم ويشد صورة المرحومة ويبقى يبوس فيها ويشلقم حشمتي ولا ما حشمتيش يا وضلح حرام من فعيلك حشمتي ولا ما حشمتيش ولكن رك كافر رك جاهل رك وضلح حرام واللي معاك وضلح حرام ولي تبعك وضلح حرام ولي كون في صفك ره ما يسوى ما يصلح ما يصلح لي كون في صفك هه؟ اي هاي 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 ادرت البروباقاندا على الدري ومرتو اي هاي 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 طلعتو مسوه لي انشاء بغيتو تورطو الدري بأي طريقة بغيتو تصيفتو الدري بأي طريقة المتهم بريء حتى تثبت إدانته السيد جمال بقي ما تبتت في حقه حتى شي إدانة ما تبتت في حقه حتى شي إدانة أما راه ممنوع من الصفار ولا راه سادين عليه الحدود ولا راه ممكن لكي يخرج خارج أرض الوطن راه صافرها هو اللي دير هما اللونتوغاج ديال المرحومة هما العائلة ديال المرحومة عادي جدا أنهم يتحاسبوا مع العائلة هما الأولين عادي دوزوا للأطراف الأخرى عادي دوزوا بزاف ديالناس العائلة اللي كانت كتعيش معهم سعاد عادي جدا أنهم يحبسوا عليهم الحدود وما يخليوهم شي خرجوا برد البلاد عادي جدا حتى يتكمل تحقيق كامل ويعرفوا السيدة باش ماتت تسموم كين هناك تسموم السيدة باشكلة السم الراسحة واشو كلوا لاشيحة هاد شي غدبان مع المدة غدبان مع الوقت أما باش نحن غد انتهموا وحد الراجل وواحد السيدة غنتهمهم على أنهم هما اللي قتلوا هذي كل مرحة رام ما عندناش الحق ما عندناش الحق ما عندناش الحق أننا نتهموا وحد الشخص أنه هو اللي قتل حيثش الفرقة الوطنية لأنه قتل لا تبقى أنتم تفعل الفيديوهات و تبقى و تقولوا هو الذي قتل سوف يتم الاعتقال على الفور سوف تفعله عندما ينوط هو والعائلة سوف يضعهم الحبس فهمتو او لا فهمتوش انا باش كل مرة فيديوهات كل مرة فيديوهات على الدري و كليتو عليها بلغسيل كليتو على الدري بلغسيل نعلم الشيطان و ثم حضروا الإيمان ثم و اللي توفيكم قوضات و اللي توفيكم فرقة وطنية و اللي توبوليس خاصكم على المينوط الفرادة خاصكم على المينوط الفرادة وتمشوا تعتقلوا عباد الله و تصفيوا اللي بغيته انا والله القسمة الإخوة الكرام لو لكي جينيات اليوتيوب و قلاو الدجال ها ها جوجو ما جوج لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تواحد الفتنة ولا تواحد الفتنة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه هي جريمة هذه هي جريمة التي كنتهم بها وحد السيد هذه هي جريمة خطيرة جدا التي كنتهم بها وحد السيد هذه هي ليست شهير لا سب قدف ولا كنت تعير مع ذلك الشخص لا أبدا هذه تهمة خطيرة جدا هذه تهمة جريمة خطيرة جدا أنني نتهم واحد الشخص أنه هو اللي قتل الزوجة دياله ولا استغفر الله العلي العظيم هبلتو هبلكم الإشهار هبلكم الأدسنس هبلتو خاصكم فالأخر ديالشهار تعرفو ما تيريو هشوما عيب وعيب عيب عار عيب عار أننا نتهم واحد سيد وحنا قنعرفوه أشنو كيسوة قنعرفوه أشنو كيسوة أعباد الله اللي غنتهموه أنه هو اللي قتل الزوجة دياله اللي قتل الزوجة دياله رغديبان لكن بارئ رغديبان ولكن مش انتم اللي غتبينو مش ربا عالي الصعصع صعصع اللي غيبينو أنه جمال بارئ أو لمتهم ها فهمتوه القانون المخزن وعيب عباد الله هذه البلاد لديها قواد وراء هذه البلاد لديها قضاء عندها قانون ديالها اللي يبرأ واللي يدين واللي يتهم واذا تفهموه واذا تفهموه؟ مازال من ولا صعصا على المكلخ لما تفهم توزع لهو ولا الرعاوي اللي معاه ولو كيف يفهموق في القانون ولو كيف يفهموق في القانون قالك ولو فهموق القاضاء ولو كيف يفهموق الحكيم ولو يعرفوا قالك هذا اكرا هو اللي يقاتلو الأخر لا وخبراء نفسيين وخبيرين وخبراء 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 لا نكون لأن هذا الشخص لا يوجد ثم أولد تابع أن يكون بشار وكيف يفهم وكيف يفهم صورة المرحومة أمام المحكمة ويقعون في صورة لا يقعون حق مرحومة سيدة راميتة وكانت على دمة سيدة موتا زوجة السيدة كانت ساطره راسة في الحياة وเشوته توافه في المامات فضحته في المامات تتخ AAdcess كي يجعل صوره م dedicate سعاد ؟؟ قاع اللي بغي يجيب المشاهدة كي يجعل صوره م username من كي يتقام المواضيع قالا اي Wilson انطلاق الênio�던 م遊مي المنه السعاد استشتهد منكم تحت الزرب إلى يوم الدين و antidين استشتهد منكم واش كندفع على سعاد المرحومة بالكلام الخاسر من الحزام التحت أغن دفع على المرحومة سعاد واحنا كنسبه من الحزام التحت فنظركم سعاد رفر حالة في القبر دياله وانا كندفع على سعاد من الحزام التحت أشهد المستوى أشهد نيفو أشهد نيفو أعباد الله اللي وله في السوشين ميديا وفي اليوتووب المغريبي فضيحة بيقى لاقين كي خلا واخوتنا المصريين فضيحة بيقى انتقاما من جمال علشي تجوج بالحسانية انتقاما من جمال انتقاما من جمال علشي تزوج ايو اربيح للزوج كيف ما حل الطلق كيف ما ربيح للتعدد كيف ما ربيح للبزاف ديال الحويج وحرم بزاف ديال الحويج ولكن جمال قاتل الزوجة دياله وبالمشاركة مع شي فرد من افراد العائلة دياله رأى الفرقة الوطنية اللي غد حسن في الامر وغد تبين واش فعلا هادك السيد هو اللي قتل الزوجة دياله او لا غير كيت تهموه اشبه البشر ولكن هادك السيد باريء براءة الدئب من دم يوسف لهو ولا الافراد ديال العائلة دياله راه غديبان وجمال نهار غدي تباني الحقيقة دياله ونهار غديبان على انه كنتم تهمينه بالبطل رخصوا يدير صداقة ويتابعوا كل واحد فيكم لانكم راه ما كتخافوش مالله انا الاخوة الكرام راه ما يمكنش لي نشوف الظلم ونشوف الحقرة وانني نسكتنا تابتا على الموقف ديالي تابتا على الموقف ديالي وانا اللي كنختار على من دافع وانا اللي كنختار على من انني ما ندافعش ومعا من نكون ومعا من نكون ضد انا اللي كنختار انا القرارات ديالي انا اللي تنخدم بيديا ما تتشي واحد ما تفرض علي شي شي حاجة غنقول لك الدراسي تا واحد ما كيفرض علي شي حاجة انا اللي كنختار انا اللي كنختار اصيل معا من غنكون ومعا من غنكون ضد لان انا كنشوف بعيني وكنميز كنشوف بعيني وكنميز مادم ان القانون بقي ما دانش هادك السيد بقي ما دانش ديك العائلة ديال جمال اولا جمال براسو وانا غدي النوت من طفال ان قنقول لي هي المجريم يقتل مرتك ها يقتل مرته يلي اعطال مرته السم يلي الداير يلي الفاعل يلي التارك مش يحشو معا واش هككت انتظر من الدفاع ليها المرحومة الله يرحمها ويواليها برحمة الله اللي كن كانت باقي عيشة في الحياة ما غد قبل الاحتش يرعواني من هدا الرعاوين انه يدافع عليها بهاد الطريقة بهاد الطريقة ديال الزنقة بهاد الموسة والمنحط لحوله ولا قوتين لبي الله العلي العظيم الارضيتو على روسكم انكم من بعد المامات ديالكم يجيو شيرعاوين بحال هكا ويدافع عليكم بهاد الطريقة بالكلام الخاسر من اللحزة من التحت فالله يجب مني يدافع عليكم من بعد المامات ديالكم بهاد الطريقة هذي اخواني اخواتي نرى ممكنش لي نشوف الظلم ونشوف الحقرة ونسد فمي مادم انه القانون بقي ما دانش جمال ولا العائلة ديالو انا ما جمال انهارت دين الفرقة الوطنية لا قدر الله دانتو وحكموا عليه على انه هو اللي قتل الزوجة ديالو ونسبتوا على انه مجرم فانا لا يمكنش لي انني نكون في الصف ديال المجرمين هذي هي الحقيقة اللي مغي يدرقها تاشي واحد هذا هو المعقول اللي كي يقلب عليه كل واحد المتهم باريء حتى تثبت الإيدانة ديالو مغي يجيو ناش صحاب اليوتوب اليوم يدينو ويبرقوا اللي يبغاو راح حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة